انت يا ربنا مديك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك من نعيم الله بس في مكانك في حتاتك احنا حتاتنا مفيش نومبر ون ولا حمو بيكا؟ لا انا ما شفتش في مجالي نومبر ون صراحة انت لسه دراين من حمو؟ لا هو مافيش مشكلة اصلا تخيل المشكلة كانت ايه؟ ايه؟ عدم قل التأدير من مين؟ من حمو ازاي؟ هقول لحضرتك لما حمو جي علي وخد الترند تلع قال عمل فيديو لايف وقال يا جماعة انا خدت الترند وبتاع وبسبب ما انا خدت الترند برضو يعني في حاجة برضو زعلتنا اكتر ان هو بيقول للأستاذ عمر دياب الهضبة انزل شنان اطلع مكانك لا ميش الكلام ده رجل من ساعة ما اتولدته انا بسمعه بغني مينفعش ادي اول حاجة برضو قالك انا عامل حفلة وبتاعه كلام ده وانو جاي فيها فلان وفلان 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 وجاي عند اسم انا والاستاذ الفضل حسن شاكوش حسن شاكوش ادي حاجة رفعت سمعت التليفون ثم جامعة كده مش هنفع انت دلوقتي عاملين حفلة في اسكندرية والرجل ده خد الترند احنا ليه نروح ونشتغل ونتعب الراجل اللي خد الترند هو اللي يتعب يسعج جمهوره ولا انا كده غلط قالك بيوزع لا عندك الايب قالك بيوزع التكيتات بايده لحفلته طب انت عامل مجد ما اذكرك ان انت جاي في الحفلة اهل منطقتي بقاك مننا برضو احنا في حاجة شعبي المطرية صاحبي راحين جايين عليها فين عامل مجد التكيتات واحنا مش هنروح معاك الحفلة واحنا مش عارف ايه واحنا مش عارف ايه فما انا صح يسخنوني حموا ايه بعد التكيتات حموا ايه بعد التكيتات انت جمهورك هيجي خش من غير التكيتات لا ما ينفعش قادي القصة بسبب اهل منطقتي ده عامل كليب انتظروني انا مش جاي ده انا بقى انت اللي عملت بقى الكليب ده انتظروني انا مش جاي معشان خطر هو كان بيلم برضو الناس وكيه استاذ حلمي اولا رأيك ايه في اللي هو قاله ورأيك ايه في الفيديوهين اللي اندي شفتوهم في كم خناءة في حارة في من حارة مصر كل يوم كتير خلاص ما شفتش كاميرا بتنقل ده اذا بوليتهم فاستاتروا خلاص بس بس في سوشال ميديا ما هي دي اللي عاملة كارثة الميديا دي عاملة ايه بس مش ممكن نقرب منها النهاردة انت تقرر منشتات دلوقتي في سوشال ميديا تقرر منشتات منشتات مالهاش علاقة بالجواه فاليوفط اللي بتتعامل لكل الخناءة ما لقيتش التلفزيون النازل اللي ينقل الخناءة منحارة لا ولكن التلفزيون بينقل عشان ينقل الحدث حتى لو كان الحدث سيء اذا احنا رايحين للاحداث سيئة ولا هنكتفي باللي احنا فيه ويبقى اللي بيتقال ده محلي انا بشجع وغني وده رزق جايلك وبتغني انت في الافراح وليك افراح معينة هتروحها وممكن او يجيلك يوم تبسلق فرح في نادي من نوادي انت راح بتروح له ليه مسألة الرزق لا تتدخل فيها ماندرش هتدخل فيها ان مسألة الفن اوعى ليه بقى الفن في العالم كله قائم على علم وعلى زوء وعلى شعب ودايما بقول اذا اردت ان تعرف شعبا فاستمع الى الان بس ارجع اقولك ان فيه اتهام موجه لحضراتك واجيلك ان كنت لا توجه مسلا سوشيال ميديا ازاي ما يقدم على سوشيال ميديا بعيد عنك لا ما انا هقولك حق انا معاك انت بتكلم صح تعالى بقى احنا اندنا مطربين على اعلى مستوى الجابة علي الحجار متحد صالح محمد صرود محمد الحلو و و وحمائي وعمر دياب فيه هل بيعمله ارخام دي لا هل اسماء اللي اديك انت الله عليه ما بتفعملش الارخام دي ولكن دي عاملة كامل اونا ايجا اربع مليون اوه اربع مليون تعالى بقى تريند تن تريند تن تريند تنين اوه فكر المسأل اديم السيت ولا الغنى بس محمد المضان خمسين مليون الله أوه بغلح بغلح